في هذه الزاوية ينضم إلينا كالعادة زميل أدهم حبيب الله أدهم أهلا بك البداية من كأس السوبر الذي كانت تستضيفه السعودية والذي يعني ريال مدريد ظفر بهذا الكأس نعم يعني زيدان على ما يبدو في كل نهاء له يفوز بجائزة دوري الأبطال يفوز أيضا بمسابقات دولية أخرى وأيضا يعني بالطبع ريال مدريد يفوز وللمرة العاشرة في عهد زيدان بلقب قاري وبالطبع هذا اللقب استطاع تحقيقه عبر المخالفة التي ارتكبها فالفيردي ليلة أمس بعد عرقلة من الخلف استدعت الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء وطرد فالفيردي ومن شاهد المباراة بالطبع يعني نسب هذا الفوز أو هذا التتويج لفالفيردي بعد هذه المخالفة التي بالطبع منحة أيضا ريال مدريد ركلات الجزاء أو ركلات عفوا الترجيع ومن ثم التتويج هذا مرغم ركلة الجزاء لكن فالفيردي ربما يعني نال أعجاب الكثيرين طبعا حتى الصحافة الإسبانية تحدثت أن اللقب وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي عشاق ريال مدريد قالوا أن رغم أن المخالفة غير رياضية غير أخلاقية لكن هي جزء من اللعبة ومن المباراة أدت في نهاية الأمر إلى عدم تسجيل الهدف في مرمى ريال مدريد والذهاب إلى ركلات الترجيح وحسن مدين المباراة ريال مدريد في عهد التزيدان تختلف كليا عما كانت في الصابق هذا المدرب الذي آمن كل الفترة أن هذا الفريق قادر على الأقل أن يصل إلى العرش الدهبي أيضا الفوز بالألقاب يؤكد ذلك في كل مرة يصل بها فريق ريال مدريد إلى منصة التتويج إلى المباراة الحاسمة وهذه أول لقب له في هذا الموسم السؤال المطروح في هذه المرحلة محمد هل فعلا ريال مدريد قادر أيضا على الفوز البطولة في أعقاب التدني وأيضا تراجع فريق بارشلونة الذي سنتحدث عنه الآن بالطبع فريق بارشلونة الذي خسر من تليتيكو مدريد في كأس السوبر وأيضا غادر هذه المرحلة هناك علامات استفهام وأيضا علامات سؤال حول المستقبل أيضا فالفيردي آخر وهو مدرب بارشلونة فالفيردي يقود اليوم الحصة التدريبية لبرشلونة رغم الكثير من الأنباء حول هذا المدرب وأيضا تشافي هرناندز يعني لا دخان كما يقولون بلا نار بالطبع الأنباء التي تتردد في الأيام الأخيرة في الصحفة الكتالونية في الصحفة الإسبانية عن عودة تشافي إلى رويقة البرنبيو وأيضا قيادة فريق بارشلونة بالطبع الحديث في الساعة الأخيرة عن رفض تشافي لعرض بارشلونة وأيضا هو يقول لا أريد الآن هذا العرض إنما أريده فقط مع نهاية هذا الموسم بناء فريق خلال الفترة الصيفية ومن ثم بناء هذا الفريق من أجل الفوز بالألقاب هناك أيضا نوع من علاقة الاحترام بين المدربين تشافي على ما يبدو لا يريد الدخول ربما هذه كانت تصريحات تصريحات على الآن ولكن هناك أيضا أحاديث أو أقول تقول أن ميسي أيضا انفرد بالتشافي وتحدث معه وبوسكت وأيضا العديد من اللاعبين في بارشلونة من أجل الضغط على تشافي للعودة إلى فريق بارشلونة هناك ضغط نفسي محمد فيما يتعلق ببارشلونة هذا الفريق بعد الصدمات التي تلقاها في عهد بالفيردي فيما يتعلق بالإقصاءات وأيضا ما حدث معه في دور أبطال أوروبا في العام المنصر وأيضا قبل موسمين ما حدث معه مع فريق روما والزنزال هذا الفريق يعاني الآن من أزمة نفسية عندما يصل إلى المباريات النهائية يخسر وأيضا هناك ضجة إعلامية وأيضا حالة من فقدان العصاب فيما يتعلق بمستقبل المدرب وأيضا على ما يبدو بارشلونة في هذا الموسم قد يخسر كل شيء الآن نتحدث عن أهم أو أفضل اللاعبين في فريق بارشلونة سوارز الذي أصيب أيضا وهو سيتغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم ولكن دعنا نستعرض أيضا ما قاله أيضا المدرب زين الدين زيدان بعد الفوز بكأس السوبر فلنستمع أيضا ما قاله زين الدين زيدان لقد فوزت كثيرا كلاعب وهذا يحدث لي مجددا كمدرب لكن يجب أن أهني اللاعبين جئنا إلى هنا للحصول على الكأس شاهدنا نهائي عظيم أتليتي كومدريد لعبوا بشكل جيد أدهم يعني على عدس فالفيردي هذا المدرب لم يخسر أي مباراة نهائية تحدثنا عن ذلك عن بطولات زيدان زيدان يستطيع قراءة المباراة زيدان الهدوء النفسي الذي يمنحه للاعبيه وأيضا قراءة المباراة خلال المباراة هي ما تحطي زيدان الأفضلية عن أي مدرب حتى هذه اللحظة في إسبانيا لا أريد الآن أن أخذ أيضا سيميوني حظه يعني سيء أنا كتبت اليوم أيضا في تغريدة قلت يعني هناك من يذهب وأيضا يغادر الملعب الكروية مع التبركات وأيضا مع الإشادة بأدائه وهناك من يذكره التاريخ على دوره في جلب الألقاب وأيضا الكؤوس هذا ما يحدث مع زيدان زيدان لا تهم بنسبة له الطريقة ولكن ما يهم في نهاية الأمر هي الألقاب برشل ريال مدريد عفوا في عهدة زيدان كان من أسوأ الفرق يعني لم يكن لديه القدرات المهنية وأيضا فريقه استطاع التخلي عن كريستيانو رونالدو وأيضا في المقابل الحفاظ على الألقاب وأيضا الفوز بالألقاب وعودت زيدان إلى الفريق من بعد كل ما حدث مع هذا الفريق من ضجات ولكن يعني زيدان بالطبع يثبت مرة والأخرى أنه مدرب قدير مدرب أيضا يعتمد على لاعبيه يعطي الفرصة للاعبيه يقرأ المبرار بشكل جيد وأيضا على الخطوط الأمامية الابتسامة الوسيمة لهذا المدرب تعطي نوعا من الهدوء النفسي أيضا للاعبيه من أجل الفوز بالألقاب وريال مدريد يثبت ذلك مرة والأخرى دعنا نختم في الصحف الإسبانية وأهم ما تناولت نعم بالطبع يعني نجمل ما حدث أو ما تحدثت به الصحف الإسبانية في هذا اليوم تناولت على الشكل التالي الصحف تحدثت بالطبع زيدان معصوم في النهائيات تسعة من أصل تسعة هذا ما تناولته صحيفة ماركا الإسبانية فيما يتعلق بالفوز أو التتويج بالأمس صحيفة تي سبورت تحدثت مطلوب مدرب وشافي يقول لا للمرحلة الحالية وبالطبع أيضا تطرقت إلى كأس السوبر في مدريد وهذا هو العنوان في صحيفة تي سبورت أيضا هناك عنوان آخر تحدثت عنه صحيفة موندو دي بورتيفو تقول تشافي من أجل يونيو المقبل إذا تشافي يحدد مصيره مع برشلونة في يونيو المقبل الزميل الأدهم حبيب الله شكرا جزيلا على هذه الإضاحات والإضافات شكرا لك اشتركوا في القناة